سيد مساعد سلمان مساعد مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة أهلا بك معنا سيد مساعد في نشرة أخبار الثالثة بداية لو تحدثنا عن جهود جلالة الملك واهتمامه بشباب مملكة البحرين هذا اليوم بدعم من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد نعم طبعا شكرا عن هذه الاستضافة والتركيز على الشباب ونحن نحتفي طبعا بيوم الشباب الدولي الذي يصادف اليوم الثاني عشر من أغسطس طبعا يعني مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تولي الشباب اهتمام كبير هذا الاهتمام نابع طبعا من الرؤية المستقبلية والرؤية السديدة لسيدي جلالة الملك في تمكين الشباب وجعلهم أولوية من ضمن أولويات الحكومة كذلك أيضا طبعا يعني سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كذلك أيضا يخصص من ضمن برنامج عمل الحكومة هناك أهمية كبيرة للشباب ونحن نرى أيضا كذلك اهتمام سموه كذلك من خلال مجموعة التعينات الشبابية الأغيرة في بعض المناصب القيادية في المملكة طبعا هذا الاهتمام طبعا اهتمام كبير أيضا كذلك يترجم على شكل متابعة حديثة من سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملكة للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الذي دائما ما يحثن ويحرص دائما خلال اللقاءات معه على الاهتمام بالشباب واكتشاف وسقل وإبراز أيضا كذلك مهاراتهم ومواهبهم كذلك أيضا يعني هذا كله طبعا أيضا يتوجب اهتمام كذلك من سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي دائما أيضا يوجه الاهتمام الشباب وكانها آخرها طبعا أثناء لقاءه مع جامعة البحرين وتوجيهها لهم بالكثار ونشر طبعا مجموعة مبادرة جديدة في المجال الشباب كل هذه طبعا الاهتمام من القيادة على رأسهم طبعا سيدي جلالة الملك المفادة يعني يقول أو في رسالة صريحة وواضحة هناك تأكيد تماما هناك اهتمام كبير بالشباب لصالح الشباب نفسهم وليصالح المملكة أيضا نعم على حد سواء ربما يأخذنا الحديث للتطرق إلى البرامج والمبادرات التي تقوم بها وزارة شؤون الشباب والرياضة فلو تحدثنا عن هذه المبادرات نعم طبعا نحن في وزارة شؤون الشباب رياضة نقدم مجموعة كبيرة من المبادرات من أجل تمكينهم هناك طبعا كان مؤخرا مشروع مساري الذي يعمل على طبعا منح فرص تدريبية للشباب في كبرى المؤسسات التدريبية منها على سبيل المثال أمازون وهواوي وغيرنا طبعا من المؤسسات المساهمة معنا في هذا المشروع بالإضافة طبعا إلى المشروع الوطني لامع الذي يتم بالشباب سواء الشباب المنتسب للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ومؤخرا ممكن كان لدينا هذا التوجيه من سمو الشيخ ناصر بإطلاق لجنة تمكين الشباب ليكون تمكين الشباب فقط ليس إدارة في وزارة شؤون الشباب بل هي سياسة نعم سياسة موجودة في كل المؤسسات سواء في القطاع الحكومي أو حتى في القطاع الخاص فهناك مجموعة كبيرة من المبادرات الحمد لله يعني عندنا في البحرين وطبعا ندعي للشباب جميعا للاستفادة من هذه المبادرات واختنام الفرص لصالحهم نعم وربما إحدى هذه المبادرات هي مدينة الشباب 20-30 والتي تستمر حتى النسخة 11 ونشهد نجاحها عاما بعد عام نعم طبعا مشروع مدينة شباب 20-30 واحد من المشاريع المهمة والكبيرة التي تهتم بصقل واكتشاف مهارات الشباب الحمد لله طبعا بعد انقضاء جاحة كورونا وانحسار تأثيراتها عادت هذا العام طبعا بزخم كبير ومجموعة متنوعة من البرامج التي تتناسب مع المرحلة المقبلة التي تعيشها المملكة نعم واليوم كما ذكرنا هو يوم الشباب الدولي كيف تنظر إلى هذا اليوم وهذه المناسبة ودور الشباب في التنمية المستدامة نعم طبعا نحن ننظر إلى الشباب على أنهم الأمل وهم الرهان المضمون لبناء المستقبل وهذا اقتباس من سيدي جلالة الملك المعظم في افتتاح دور العقاد الثالث من الفصلة الشريع الخامس عندما يوجه بجعل الشباب مسألة تمكين الشباب أوليوية وطنية ونحن بدورنا في يوم الشباب الدولي نؤكد على ذلك من خلال طبعا يعني مجموعة المبادرات التي نطلقها خلال يوم الشباب الدولي التي تكون بعثها اليوم وبعثها إن شاء الله يوم الغد وطبعا يعني كنا نتطلع لأن يستفيد الشباب من مجمل هذه المبادرات ليكون أنصر فاعل في عملية التنمية المستدامة كونهم إذا كنا نتكلمهم عن جزء من الحاضر فهم كل المستقبل فنتمين منهم جميعا طبعا يستفيد من هذه الفرص المتاحة في المملكة نعم إن شاء الله السيد مساعد سلمان مساعد مدير إدارة تمكين الشباب كنت معنا ضيفا كريما في استوديو مركز الأخبار شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك